السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان مجموعة هامة من الأحداث التي تحصل بألمانيا يتناولها الإعلام الألماني بالساعات الأخيرة أول موضوع حنتكلم به هام جدا خصوصا لمن لديها أطفال ويسكنون في ألمانيا طبعا أصدقائي الإعلام الألماني يتكلم عن موجات مرضية تصيب الأطفال بألمانيا بالوقت الحالي لا علاقة لها بكورونا ولكن أمراض أخرى والتقرير يعني مثير جدا للاهتمام منذ بضعة أسابيع حتى الآن يعاني العديد من الفتيان الصغار والفتيات الصغيرات من التهابات عديدة بالجهاز التنفسي وتحديدا بالمناطق العليا لم تكن هذه الإصابات أصدقائي متوقعة بل كانت مفاجئة وهي بطبيعة الحال لا تحصل بهكذا توقيت بل تحصل باشتداد فصل الشتاء وبموجات البرد القوية وقال ياكوب ماسك اللي هو المتحدث باسم رابطة طباء الأطفال الفيدرالية الألمانية أن الأطفال الذين أعمارهم تحت الستة أعوام في ألمانيا يتأثرون الآن الشتاء الخاص بهذه الموجات المرضية والسبب المرجح هو أنه الأطفال بالشتاء الماضي لم يتلامسوا مع بعض لفترات طويلة والآن لا يوجد هناك أغلاق برياض الأطفال بالشتاء الماضي بسبب كورونا يعني حصل أغلاق ولم يختلط الأطفال كثيرا الآن لا يوجد أغلاق فالنسب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي هي أعلى من أي وقت مضى بتاريخ ألمانيا أصدقائي بالنسبة إلى هذا التوقيت اللي هو فصل يعني نهاية سبتمبر على بداية شهر أكتوبر معهد روبرت كوخ من ناحية أخرى يتحدث عن دخول أعداد كبيرة من الأطفال للمشافي وهؤلاء الأطفال هم في حاجة ماسة للتعالج أو أحيانا اضطروا إلى المبيت بالمشفى بسبب عدوى قوية بجهاز التنفسي العلوي بالمناسبة أصدقائي نحن لا نتكلم عن كورونا بل عن أمراض أخرى تصيب الأطفال نتيجة عدم اختلاطهم بالعام الماضي فهذا الأمر قد يكون أدى إلى ضعف بالمناعة بصورة عامة وتقول السلطات الصحية أن عدد الأطفال الذين يرقدون الآن بالمشافي بسبب أمراض الجهاز التنفسي التي لا علاقة لها بكورونا هي أعلى مما كان العدد عليه قبل كورونا بأربعة مرات أصدقائي الموضوع الثاني هو موضوع غامض جدا وموضوع جعل قرية أو بلدة صغيرة تسمى وينثيرم هي جنوب ولاية نيدرزاكسن تعيش صدمة كبيرة جدا في هذه البلدة كانت هناك امرأة عمرها 64 عام هذه الامرأة هي متقاعدة وكانت تسير برفقة كلبتها الصغيرة جنب أحد حقول الذرة اللي بالوقت الحال يعني ينمو بمرحلة كاملة وحصلت لها كارثة والكارثة صدمت كل البلدة التي يسكنها 29 ألف شخص التي تعرف المرأة بشكل جيد بحكم عمل المرأة تم إلقاء القبض على المجرم الذي قتل هذه المرأة المسكينة المتقاعدة والمجرم المشتبه به بالوقت الحالي اسمه هولغر أس اللي عمره 57 عام وهو مجرم عقلي يعني مجرم له مشكلة عقلية كان قد ارتكب جريمة بفترة سابقة بحق امرأة قبل 30 عام وثبت أنه لديه مرض نفسي يدفع على الإجرام سجن قبل 30 عام وبالصدفة كان قد أطلق صراحة في بداية عام 2021 لأن الخبراء اعتقدوا أنه لم يعد يشكل خطر وبنهاية المطاف هناك يعني من يعتقد أن الضحية اللي هي إليزابيث قد دفعت حياتها بسبب التهاون أو التقييم الخاطئ مع المجرم المريض النفسي ما جعل البلدة تمر بصدمة كبيرة هو أنه الضحية اللي اسمها إليزابيث اللي هي أم لثلاثة أولاد وبنفس الوقت هي أمة يعني هي جدة بنفس الوقت وهي أيضا أرملة لكون زوجها قد توفق قبل يعني سنين ليست بكثيرة هذه المرأة كانت تدير محل تجاري بالبلدة فلفترة طويلة كانت هي تبتسم بهذا المحل وكل أبناء البلدة يعني لديهم تعامل معها عندما حصل لهذا الحادث أصدقائي لم يكن معها أي شاهد سوى كلبتها الصغيرة التي كانت يعني معها ومن المؤكد أنها رأت المجرم وبعد وقوع الحادث الذي يبعد 2 كيلومتر عن مكان سكنها ذهبت الكلبة مسرعة إلى منزلها أي إلى منزل رايتها وصارت تصرخ في يعني باب المنزل إلى أن التم الناس وعلى وجه التحديد الجيران وذهبوا إلى مكان الحادث ووجدوا الضحية مقتولة طبعا الشرطة هي اشتبهت بهذا الرجل اللي هو المريض النفسي كون يسكن بنفس البلدة وكون كان بنفس الشارع بنفس التوقيت ويعني هناك دائل كثيرة تشير على أنه هو المشتبه به الوحيد بهذه الحادثة وكون أنه يعني له نفس الجريمة قد ارتكبها قبل 30 عام فهو حاليا المشتبه به الوحيد وحتى هذه اللحظة لم يتم حسم كل التحقيقات وهذا كل ما تم إعلانه أصدقائي ننتقل الآن للموضوع الآخر اللي هو بريطانيا تعمل تسهيلات كبيرة جدا بتأشيرة الدخول أو بالفيزا وتعد فئة كبيرة من الناس برواتب مغرية كون بريطانيا حاليا بأمس الحاجة لهم هذه الفئة أصدقائي هي سائق الشاحنات في بريطانيا الآن هناك أزمة بسائق الشاحنات وحصلت هذه الأزمة على وجه التحديد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ووصلت ذروتها ببريطانيا حيث أن 60% من سائق الشاحنات غادروا بريطانيا بعد أن كانوا مهاجرين اقتصاديين يبحثون عن فرص عمل أفضل لهم أتوا من دول شرق أوروبا إلى بريطانيا من أجل العمل ومن أحد الدلائل التي تشير إلى كبر هذه الأزمة هي أنه محترف كرة القدم كريستيان رونالدو الذي انتقل مؤخرا للعب مع مانشستر يونايتد تم مشاهدته جالس بسيارته بدور محطة تعبية الوقود بسيارة البنتلي أمام أحد المحطات ويقال أنه قد جلس لفترة طويلة وكان ينتظر وحراسه واقفين يتحدثون مع موظف المحطة طبعا آخر شيء يحصل ببريطانيا الآن هو طلب من بريطانيا للمواطن الألمان بالمساعدة بهذا الأمر وعلى وجه التحديد للألمان الذين يعني يسكنون في بريطانيا والذين حصلوا على رخصة قيادة ألمانيا في عام 1990 ففي هذه الفترة اللي حصلوا على رخص قيادة في ألمانيا يحق لهم الآن سياقة شاحنات حتى 7.5 طن في دول الاتحاد الأوروبي طبعا الدعوة هي موجهة للجميع وليس فقط للألمان الموجودين هناك وحسب موقع بلد الإخباري فإن بريطانيا تحاول إعادة المهاجرين الاقتصاديين الذين كانوا يعني كان يقول عنهم البريطانيين أنهم يأخذون وظائفنا نحن لا نريد مهاجرين نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي كي يتحسن وضعنا الاقتصادي ولكن فور خروج المهاجرين يعني حصلت الكارثة الآن هلالك مسائل إعادتهم خصوصا من كان يعمل سائق شاحنات حتى يعني بإمكان العودة مع عائلتهم ومارست عمله ولكن أغلب هؤلاء المهاجرين سوف لم يعودون لأن المجرب لا يجرب والذكي أو الحليم لا يلدغ من الجحر مرتين لذلك تعمل الحكومة الآن في بريطانيا على عمل تسهيلات بالفيزا وتسهيلات بالهجرة لمن يعني يجيد قيادة الشاحنة ولديه الوثائق المطلوبة وموقع بلد الإخباري نشر موقع التقديمي اللي هو Logistic UK وعنوانه طبعا تجدوه بأول تعليق ولمن يرغب فقط الأمر هو ليس دعوة أو ليس دعاية لبريطانيا ولكن لمن يرغب ولمن مهتم بهذا الأمر وهو مطلع على كل أبعاد الموضوع أصدقاء ننتقل الآن للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو منتج هام جدا موجود بأكثر بيوتنا تم سحبه من المتاجر الألمانية اللي هي Aldi و Lidl و Revee وحتى من Norma وحتى من Penny طبعا قبل أن نبدأ بالفيديو يردني سؤال متكرر دائما وهو أن المنتجات الألمانية غير جيدة كوننا دائما نسمع عنها أخبار سحب منتج وجود شكوك بمنتج وجود بكتيريا وبرادة حديد في حين أن المنتجات من محلات العربية أو التركية أو الروسية هي أفضل لأننا نسمع عنها أخبار أصدقاء الجواب هو بسيطا منتجات الألمانية عليها رقابة مشددة من الدولة ومن الشركات التي تصنعها أيضا لذلك ينشرون تقارير بين الحين والآخر عن عيوب وعن سحب منتجات بينما المنتجات الأجنبية أو المستوردة من الخارج خصوصا من خارج الاتحاد الأوروبي نطاقها ضيق ولا يوجد عليها فحوص بنفس الكثافة التي تحصل هنا في معامل الإنتاج في ألمانيا وقد لا يتعامل الوكلاء بجدية مع أمورات التحذيرات إن حصلت في دول خارج الاتحاد الأوروبي المستهلك يأكل ويصاب بإسهال وحمى يذهب للمشفى يقولولا لديك تسمم غذائي ويرجع من المشفى يصبح حالته جيدة وكل شيء يصبح طي النسيان هذا السينالو يتكرر بشكل كبير جدا في ألمانيا في متاجر ألدي وليد الوري في أصدقائي اللي يحصل الآن حتى نورم أيضا وبيني هناك اشتباه كبير لتوابل تصنعها شركة رايموند هوفمان جي أم بيها الشركة هي نفسها تقول إن بضاعتنا قد اكتشفنا أثناء تصنيعها لها للبضاعة وأثناء قمنا بعملية الإنتاج اكتشفنا وجود مادة السالمونيلا بها ويجري الآن سحبها من الرفوف المحلات وطبعا تم العثور على البكتيريا على وجه التحديد في الريحان المجفف اللي يستعمل بشكل كبير جدا بالمطبخ الألماني والمطبخ الإيطالي وحتى بالمطابخ الأجنبية وأغلبنا يستعملون الريحان المجفف وهو يعني عنصر أساسي بالبيتزا التي نشتريها من السوبر ماركت والتي نشتريها من المطاعم يجري الآن سحب المواد من المحلات وهذه الشركة لا تصدر لألمانيا فقط بل للنمسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبأول تعليق أصدقائي سوف أنشر لكم أسماء المنتجات وأرقامها وتاريخ الصلاحية والمتاجر التي تم بيعها بها وإلى حد أي تاريخ صلاحية يرجى سحبه كل هذا سوف تجدوا بأول تعليق نفس ما تم نشرة في موقع تشيب الألماني الذي ينشر معلومات لحماية المستهلك أصدقائي بهذا الموضوع وصلنا إلى نهاية الفيديو إن شاء الله رب تكونوا استفاديته إذا تحبون تتابعوني باستمرار أرجو منكم تفعيل الجرس حتى تصلكم آخر إشعارات القناة تحياتي لكم مع السلامة